قادمونا يا بغداد وهسا من قادمونا يا بغداد قادة وزعماء ومواكب حطوا لعلم وحطوا لكذا والله أنا من أستذكر هذا التاريخ يعني ما زلنا نشم دماء أبنانا بالأنبار والمناطق الأخرى أنا دائما أقول الله يغفر ويرحم بس التاريخ لا يغفروا لا ولا يرحم هذا التاريخ الأسود اللي صنعوا ومنحتهم ويجاملوهم وصاروا قادة برأس ابدا مولد الخايبة بس والله إليه لعلكم التاريخ ولا نفضحكم ولا ننسى التاريخ اللي جابوكم وقاعدوكم وخلوه لكم أعلام وصرت تزلم وقادة برأس ابدا مولد الخايبة سيادة القاد أنت الآن تتحدث بالألفين وثلاثة عشر لما رحت سقطت الأنبار بعد ما رفعت خيام الاعتصام اللي سقطوها المعتصمين أم سقطوها جهات أخرى لا جهات أخرى يعني من هي الجهات؟ موس المعتصمين يعني كانوا يسمونها بالمجالس العسكرية كانوا يكونوا مقاتلين عرب موجودين حقيقة يعني كانوا موجودين يعني كانت المقاومة شرسة جدا يعني أصعب مقاومة واجهها جهاز مكافحة الإرهاب هي في هذه المنطقة يعني المعارك اللي كانت يعني مو ذا أقول لك إياها مثلا بين بيت وبيت لا ممكن أنه صارت بين البيت النفس يعني وكانوا يعني تباو عليهم يعني كلش قريبين أنه هذا اللي جاي يقاتلك بالأنبار يعني يقاتل شاي للقاذ في بيده وشاي لبندقية وبنفس الوقت هو لابس له حزام ناسب عراقيين له عرب أشكال موجودين عراقيين وعرب زيني الآن المجالس العسكرية تحسب على ماذا؟ تحسب على تنظيمات حزب البعض تحسب على تنظيمات القاعدة تحسب على داعش تحسب على المعتصمين علي ما نحسبها؟ أنا أحسبها بالنسبة لي أحسبها على القاعدة الواقع ماذا يحسب؟ الحقيقة الحقيقة هم قاعدة قاعدة هم قاعدة لكنه تدري يعني هم بالبداية يعني بعد 2004 لما دخلت كل التنظيمات الإرهابية قسم منعته كان موجود في شمال العراق وقسم منعته دخل إلى العراق بمسميات مختلفة كل المسميات مختلفة جمعتها يعني جمعتها الجامع الأكثر أنه مصلحته أنه هم بحجة مقاومة الاحتلال نعم أكو بعض الفصائل كانت غاية الأساسية أنهم قلوا كانت مقاومة المحتل وأكو بيهم لا يعني أنه وظفها لمصالح طائفة يعني قضايا طائفية قضايا اقتصادية قضايا اجتماعية وحتى قضايا سياسية فماكو فد معيار تقدر أنت توزن علي الأمور في حينها هذا الحديث رح يبقى للتاريخ ورح أنت تبقى شاهد علي نعم دخل بتفكيرك أنه شنو المصادفات أو ما هي أو لماذا حصلت مصادفة في اللحظة التي أنتم تأتون بها تفضون ساحات الاعتصام الصبح الظهر تظهر المجالس العسكرية تسقط الأنبار إذن الأمر كان مخططا له ليش ماكو معلومة عن المجالس العسكرية أنتم كجهاز مكافعة الإرهاب الاستخبارات وين كانت أجهزة الدولة وين كانت ليش أنت كقائد تفاجئت بالمجالس العسكرية في لحظة غير محسوبة أنت رحت على واجب اتفاجئت في واجب آخر شلون هاي أم حسين شن تبحدة صرتي باثنين يعني أحلى من رحنا أنا ما رحت أنه أروح قاتل هو هذا الشؤالي أنا رحت أنه هذا الموضوع أنه شاحات الاعتصام يجب أن تحل بطريقة سلمية أي وتنتهي الأمور الطريق يفتح لكنه إحنا معلوماتنا أكو مجاميع مسلحة أكو قضايا موجودة لأنه هو بالمناسبة تنظيم القاعدة موجود بالمحافظات موجود موجود حتى بدوار الدولة كان موجود يعني كانوا موجودين ممثلين بالمحافظة لما يجي أي مقاول يريد يأخذ المشروع يقولوا لحصة تنظيمات الإرهابية هل يت علني يعني هذا شيء ما ينكر يعني لا أنا ولا أنت تنكر لكن أنا أتحدث عن المجالس العسكرية هي مسمى المجالس العسكرية لكنهم متنظيم القاعدة لكنه تحت غطاء المجالس العسكرية يعني هم اللي صار اللي موجودين هم القاعدة متغلغلين بالأمبارو بالموصل وبديالة وحتى ببغداد لهم علاقة بالمعتصمين أبي قيادة الاعتصام اكتشفتم في مراعا أنه نشتغلون بخطين خط اعتصام وخط مسلح طبعا أكيد لو لم يخلينهم واجهة لتنفيه المطالب لكنهم بالأساس الجناح العسكري المسلح هو هذا التنظيم اللي موجودين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر